السلام عليكم. اهلا بكم في فكر جديد. اه ناس كتير جدا طلبوا مني اللي انا انزل المطبخ لوحده في فيديو منفصل. اه عشان يكون يعني مش طويل. الفيديو مش طويل عليهم. فانا النهاردة ان شاء الله هنزلكم اللي هو المطبخ لوحده. اه انا طبعا كنت مصوروه قبل كده في فيديو كنت عاملة معي القوضة وكنت عاملة معي الحمام. اه بس هم حابوا يعني طلبوا مني اللي هو اللي يكون المطبخ لوحده. فانا ان شاء الله النهاردة حصور لكم كله زي ما شايفين كده. آآ ده مطبخي في الاسكان الاجتماعي. ده وانا كده ايدي الطرقة. على ايدي الشمال كده. اول ما بدخل على طول بيكون المطبخ. زي ما شايفين كده. اول ما دخلت على طول هو المطبخ على ايدي الشمال. ده كده المطبخ. ما شاء الله عايز اقول لكم بجد مساحته معقولة جدا. كويسة جدا. آآ هنا انا حاطه. على يمين كده حاطة التلاجة. التلاجة بتاعتها ربعتاشر ادم. وعلى فكرة لو جبتيها اكبر شوية ممكن تيجي يعني آآ يعني تقصر الرخامة شوية وتجيبيها. فتنفع يعني. وهنا اللي الغسالة بتاعت الهدوم تمانية كيلو. وغسالة الاطباق عشرة كيلو. وهنا المطبخ طبعا انا حطيت برضو هنا والبوتجاز هو في الوش. آآ انا طبعا ما غيرتش المطبخ بتاعي. ده مطبخي القديم. آآ طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ما كنتش عارفة الدنيا لسه فيها ايه. وانا هحط ازاي ازاي اكتر حاجة كانت محيراني. هو تنظيم المطبخ ما كنتش عارفة انا هعمله ازاي. فقلت انا اخلي المطبخ موجود معايا لحد ما شوف الدنيا فيها ايه. وبعدين بعد كده ابقى اغيره وطبعا مع دخول بقى ان شاء الله الغز. آآ فهغيره يعني بعد دخول الغز ان شاء الله. ان شاء الله على فكرة واخد مساحة كبيرة جدا واخد حاجات كتير جدا. وهنا البوتجاز اللي هو آآ اللي هو التمانية الستين في تمانين. يعني انا كان عندي اللي قبل كده كان تسعين آآ يعني حاسيت اللي هيبقى كبير جدا فطبعا مغيرته. جبت اللي هو التمانين. وانا حطة آآ تربو كده. اول ما بدخل من من الباب. على ايد الشمال. ناس كتير قالوا لي شيل اللي هو الباب. الباب بتاع المطبخ. هو انا فعلا كنت عايزة شيل الباب بتاع المطبخ جدا وكانت الفكرة في دماغي. بس طبعا عشان عندي بيبي آآ بيدخل كل شوية المطبخ وبهدل الدون يعود يفتح الغسالة ويعود يفتح التلاجة. فكل شوية بيدخل. بياخد حاجات من تحت الحوض وكده. فانا ما حبيتش اللي انا اشيله آآ قلت يعني شوية كده لحد ما يكبر وبعد انا ابقى اشيله. هو طبعا لما الواحد يشيله هيوسعك كتير او يعني في المكان. يعني لو انت مقدمة في الاسكان الاجتماعي بجد المطبخ حلو جدا. مطبخة معقول اوي اوي. آآ بس اهم حاجة تنظميه كويس يعني آآ وده كان نموذج لو انتو حابين تعملي زيه او تبدله شوية حاجات آآ براحتك يعني. بس انا حبيت اوي لانا حط هنا الغسالة بتاعة الهدوم. في ناس كتير اوي يحطيه الغسالة في في الحمام. بس انا مش بحبه خالص خالص يعني انا على طول مش بحط الغسالة في الحمام ابدا. لان طبعا آآ مع البخار والحاجات دي بتصدي وبتبوز. فلاقيت مكان في المطبخ فحطتها يعني مش آآ آآ مش وحش يعني ومشاء الله المكان منظم وحلو. انا بورغ لكم وكل الاتجاهات عشان تشوفوه كويس قوي. آآ وطبعا الافضل اللي انت لو هتعمليه هتعمليه الجرار آآ من تحت لان انا طبعا ده بتاعي القديم فاآ لكن ان شاء الله لما اعملوا الجديد هعملوا الجرار آآ برضو في ناس قالتلي للجرار مش عملي بس انا شفت آآ واحدة قريبتي يعني عاملها جرار وحلو جدا معاها. برضو آآ مساحة المطبخ بتاعها صغيرة وعملها جرار وماشي وكويس قوي. فان شاء الله يعني اجربه. وده كان المطبخ بتاعي. يارب يكون ان شاء الله آآ استفدتوا يعني تكونوا استفدتم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك. وما تنسوش تشيركم في القناة لو انت اول مرة تشوفوها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.